تخيل معي يا صديقي ان اخطر ستة اشخاص محكم عليهم بالاعدام قدروا يهربوا من سجن اسمه ميكلنبرج موجود في ولاية فرجينيا الامريكية المساجين الستة دول استخدموا حيال ذاكية وغريبة عمرك ما هتصدقها وده في سبيل تنفيذ عمليتهم حتى الغريب في الموضوع انهم قدروا يخدعوا حارس البوابة الرأسية المسؤول عن بوابات السجن واقنعوه انه يجيب لهم العربية الخاصة بالسجن ويفتح لهم البوابة الرأسية بكل سهولة وده عن طريق افتعال حالة من الظهر والفوضى بفكرة وجود قنبلة جو المبنى القنبلة دي ممكن تنفجر في اي لحظة ولازم يتخلصوا منها ففي الوقت ده الحارس افتكر ان الستة اشخاص دول من فريق العمليات الخاصة اللي بدوره هياخدوا القنبلة ويتخلص منها برا محيط السجن ولهكن في الواقع يا صديقي ان الستة اشخاص دول كانوا مساجين محكوم عليهم بالاعدام قدروا ينفذوا اخطر عملية هروب في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية في الوقت ده فمش محتاج اقولك يا صديقي تجاهز قهوتك اللذيذة اللي انت بتحبها او مشروبك اللذيذ اللي انت بتحبه وما تنساش تكمل القصة دي لنهايتها لان احداثها مشوقة ودسمة جدا وانا واثق انك هتستمتع بيها ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير معاك اخوك محمد ويلا نبدأ قصتنا بتبدأ احداث قصتنا النهاردة في يوم 31 مارس سنة 1984 وبالتحديد في سجن اسمه ميكلمبرد واللي موجود في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية السجن ده وقتها يعتبر فخر نظام السجون في ولاية فرجينيا تم الانتهاء من انشاؤه في سنة 1977 بتكلفة تخطط الى 20 مليون دولار السجن ده بيحتوي على العديد من المباني وكل مبنى فيهم كان متقسم لأقسام من جوه وكان اخطر قسم موجود جوه المباني دي هو القسم C واللي كان موجود في المبنى رقم واحد وطبعا يا صديقي الاخبار دي ما كانتش مطمئنة خالص لان المساجين الستة دول تمت ادانتهم ب17 جريمة قتل وكل واحد فيهم مستني حكم الاعدام فكان اخطر اتنين من ضمن المساجين الستة دول هم الاخوين برايلي اللي هم جيمس برايلي ولينوت برايلي فالاخوين برايلي دول كانوا بيديروا اكبر عصابة موجودة في منطقة اسمها ريتشموند فالشرطة اعتقدت ان الاخوين دول لوحدهم قتلوا ما بين 11 ل 20 شخص والشخص الثالث يا صديقي العزيز اسمه إيرل كلينتون وده كان قتل واحدة ستة من ولاية فرجينيا بعد مرور عدة اشهر من اطلاق صراحه المشروط في جريمة قتل امرأة مسنة من ولاية نيو جيرسي والشخص الرابع ده اسمه وده اختصب وقتل امرأتين مسنتين والشخص الخامس يا صديقي اسمه ديريك بيترسون وده كانت جريمته انه قتل صاحب سوبر ماركت بعد ما سرق منه مبلغ ستة الاف دولار والشخص السادس اسمه ويلي جونس وده كانت جريمته انه قتل زوجين مسنين وبعد كده حرق بيهم كل المنزل وهرب يعني يا صديقي العزيز المساجين دول بعضهم قتل اكتر من مرة يعني بالعرب كده مش بقيين على اي حاجة خالص وده معناه ان مفيش اي حاجة يخسروها وممكن يقتلوا مرة تانية لو كلف الارض حاكم الولاية وقتها لما سمع عن خلفية جرائم الافراد دي كان متوتر وخاف جدا على سلامة وامن المواطنين اللي عايشين في المدينة يعني ممكن المساجين دول يرتكبوا اي جريمة لو شافوا اي مصلحة فيها فحاكم الولاية طلب من افراد الشرطة والمحققين القاء القبض على الاشخاص دي باسرع طريقة ممكنة في اللحظة دي يا صديقي العزيز مر على هروب السجناء دول اكتر من نص ساعة فافراد الشرطة بدأوا بتمشيط كل الاماكن المحيطة واقاموا حواجز امنية على طول الطرق وقاموا بتفتيش كل العربيات اللي بتعدي وفي نفس الوقت طيارات الهليكوبتر اللي شاركت في العملية دي كانت مزودة باجهزة السشعار الاجهزة دي بتعمل بالاشعة تحت الحمراء والاشعة دي بتقدر تلتقط اي حرارة منبعثة من اي شخص مستخبي جوه الغابة بس المشكلة هنا المساجين دول هربوا بعربية السجن فبالتأكيد ابتعدوا عن محيط السجن بمسافة كبيرة فعشان كده افراد الشرطة كانت بتوسع عملية التمشيط كل نص ساعة جوه السجن المحققين كان موجودين جوه القسم C واللي كان موجود في المساجين قبل ما ينفذوا عملية الهروب واول ما دخلوا القسم اكتشفوا ان كل الحراس كانوا محبوسين جوه قوضة وكانوا مقايضين بالكلبشات فالمحققين اتفجأوا بالمنظر اللي هم شافوه قدامهم وقاموا بتفتيش كل زنزانة وكان كل املهم انهم يلاقوا اي دليل يقدر يدلهم على اماكن المساجين اللي هم راحوا فيها بعد الهروب ولكن يا صديقي المحققين ملاقوش اي حاجة بس وهم بيبحثوا عن الادلة دي لقوا كمية اسلحة المساجين كانوا مخبينها في اماكن كتيرة ومختلفة والاسلحة دي كانت عبارة عن سكاكين وشفرات حدة والمساجين نجحوا في انهم يخبوا كل الاسلحة دي جوه الزنزين بتاعتهم من غير محدة من الحراس ياخد باله وبعد مرور اكتر من ساعة من عملية الهروب المحققين اتأكدوا ان المساجين دول مسلحين بالشفرات والسكاكين اللي كانت معاهم وبما ان المساجين قدروا يوصلوا لأدوات مكافحة الشغب الخاصة بالحراس جوه السجن فمش بعيد المساجين يكون معاهم اسلحة زي المسدسات والبنادق الحية في الوقت ده المحققين اللي كانوا جوه السجن كانوا بيحققوا مع الحراس اللي كانت المساجين حبسينهم فالمحققين سألوهم اذا كان اي حد منهم سبع المساجين وهما بيتفقوا على اي مكان يرحولوا بعد عملية الهروب او اي معلومة تسهل على المحققين عملية البحث فكان ايجابة الحراس وقتها انهم ما يعرفوش اي حاجة ومن خلال خبرة المحققين في تحقيقة سابق قبل كده المحققين شكوا في الحراس ان اكيد حد منهم ساعد المساجين في عملية الهروب واللي كان مأكد شكوهم ده يا صديق العزيز ان رواتب الحراس في الوقت ده كانت ضعيفة جدا لدرجة ان رواتب حراس تأمين الجامعات في الوقت ده كانت اعلى منهم فاكيد الانخفاض ده اثر في معنويات بعض افراد الحراس اللي موجودين في السجن وده يا صديقي سبب واضح جدا وصريح انهم ممكن يحصلوا اي رشاوي منهم المهم قبل شهرين من تنفيذ عملية الهروب ده في واحد من المساجين بعت رسالة مجهولة المصدر لمساعد المدعي العام في الولاية وكتب فيها ان في بعض السجناء بيصنعوا قنبلة وان القنبلة دي هتسعيدهم في الهروب من السجن فعلى طول المدعي العام امر مأمور السجن بتفتيش كل زنزانة من زنزين المساجين دول بشكل مفصل وبعد ما الحراس مخلصوا التفتيش جوا زنزين دي ملاقوش اي مواد تدول ان فيه قنبلة بتتصنع المهم بعد مرور اكتر من ساعة من تنفيذ عملية الهروب المحققين قرروا انهم يجروا تحقيقات منفردة مع كل فرد من افراد الحراس اللي تم الاعتداء عليهم ومن التحقيقات دي المحققين يبتدوا يبنوا تصور عن طريقة هروب المساجين دول برا السجن في صباح يوم تنفيذ خطة الهروب الامور كانت ماشية طبيعي جدا كان كل مساجين القسم سي بيلعبوا كورة السلة في وقت الترفيه بتاعهم وكان معهم خمس حراس بيرقبوهم طول المدة دي فمن ضمن السجناء دول سجين اسمه ويل تيرنر راح لواحد من الحراس دول هو وسجين تاني وطلبوا منه انهم يرجعوا لزنزينهم في وقت بدري بدل من الوقت المصرح انهم يرجعوا فيه والسبب في ده ان كان فيه واحد منهم عايز يخش الحمام والتاني كان بيعاني من اصابه في رجبته فطبعا يا صديقي الطلب اللي طلبوه المساجين دول كان متعارض مع سياسات ولوايح السجن لان السياسة السجن بتمنع بشدة من عودة المساجين بشكل منفصل بمعنى ان لو فيه اي مسجون طلب انه يرجع لزنزانته بدري اما يستنى معاد الرجوع الطبيعي او كل المساجين ترجع في وقت واحد معه المهم وبسبب الاهمال ده الحارس وافق بكل سهول على طلبهم وفي نفس الوقت خد حارس معاه تاني ورجعوا لمنطقة الزنزين بس المشكلة هنا يا صديقي ان عدد عيون مراقبة الحراس للمساجين قلت بشكل كبير فاصبح هناك ثلاث حراس فقط لمرقبة المساجين واكيد عدد الحراس ده ما كانش كافي لعودة المساجين لزنزينهم بامان اللي كان في دماغ الحراس وقتها ان كل حاجة ماشية تمام وما فيش اي حاجة ممكن تحصل المهم وهم في طريقهم للعودة لمنطقة الزنزين فجأة المساجين عاملوا فوضى ما بينهم والفوضى دي يا صديقي كانت مجرد تشتيت لانتباه الحراس عن اللي هيعملوه ففي وسط اللحظة دي المسجون كلانتون فتح باب حمام الحراس ودخل بواب سرعة من غير محد من الحراس ما ياخد باله ودي كانت بداية تنفيذ خطة الهروب انت مدخل يا صديقي ان في عام 1980 كلانتون ده طعن امينة مكتبة في مدرسة ابتدائية 8 مرات في دماغها وبعد كده اخد الكوفية بتاعتها وخنقها لحد ما ماتت المهم في وسط الفوضى دي الحراس ما كانش في دماغهم اي فكرة عن اختفاء كلانتون من بين المساجين وطبعا زي ما قلنا قبل كده ان كان فيه اهمال كبير من بين الحراس في مدى التزامهم بالبروتوكول الامني الخاص بالسجن وبسبب الاهمال ده الحراس ما عدوش المساجين قبل دخلهم لمنطقة الزنزين بتاعتهم والغريب هنا يا صديقي ان الحراس فعلا ماهتموش بعد المساجين والتزامهم بالبروتوكول اللي موجود جوا السجن المهم بعد دخول المساجين جوا منطقة الزنزين بتاعتهم في واحد من الحراس قرر يخش الحمام اللي موجود فيه كلانتون فالحارس حاول يفتح باب الحمام كلانتون كان ماسك الباب بالنحية التانية وكان قافله عليه فهنا الحارس افتكر ان باب الحمام معلق او عايز سيانة ففي الحالة دي يا صديقي سياسة السجن بتحتم عليه ان هو يبلغ السيانة ويتم وضع كل المساجين جوا زنزينهم واكيد الحراس ما عملوش كده المهم المبنى اللي كان فيه المساجين دول كان متقسم لتلت اقسام اول قسم اسمه القسم ايه والقسم بي والقسم سي والقسم سي ده كان متقسم لقسمين مع حجر التحكم واحدة بتفصل القسمين عن بعض وجوا الحجرة دي موجود الحارس اللي مسؤول عن البوابة الكهربائية واللي بتفصل القسمين عن بعض بمعنى كده ان الحارس دود هو اللي مسؤول عن مين يدخل ومين يخرج جوا القسم ده ومع التحقيق مع الحارس ده الحارس قال ان فيه احد السجناء لفت انتباهه وطلب منه انه يرسل الكتاب اللي معاه للسجين جيمس برايلي واللي كان موجود في الناحية التانية من القسم ففي اللحظة دي الحارس ارتكب خطأ كبير جدا لما خرج من باب حجرة التحكم سبب باب موارب يعني مش مقفول والحركة دي المساجين كانوا حفظوه بيها من كتر ما هو كان بيكررها فالخطأ ده بحد ذاته كان بداية استخدال المساجين ليه في تنفيذ عملية الهروب وفي اللحظة اللي الحارس ساب فيها باب الغرفة بتاعته موارب المساجين كان بيستعدوا ويحضروا الاسلحة اللي كانت معاهم واللي كانوا صنعوها قبل كده ومن ضمن المساجين دي مسجون اسمه ويلي تيرنر المسجون ده بالذات المحققين وصفوه بالعقل المدبر لعملية الهروب ولكن يا صديقي المسجون ده مكانش من ضمن الست المساجين اللي هربوا فويل تيرنر ده كان عبقري في تصنيع الاسلحة من لاشيء بمعنى كان بيقدر يصنع الاسلحة اللي كانت موجودة مع المساجين من الاشياء المحيطة واللي موجودة جوا السجن زي مثلا كان بيشيل المعادن اللي كانت جوا مرحيد الحمامات وكان بيخلع جوانب الببان وياخد القطع دي ويفضل يسن فيها لحد ما تكون حدة زي السكاكين بالضبط واللي متعرفوش يا صديقي ان ويل تيرنر ده قدين بتهمة قتل سايغ في سنة 1978 وتحكم عليه بالاعداد المهم نرجع بقى للحارس الحارس اخذ الكتاب من السجين ده وراح الناحية التانية من القسم عشان يديه للسجين جيمس برايلي وجيمس برايلي وهو بياخد الكتاب من الحارس زعب عيل بوسوته وقال انا باخد الكتابة اهو واول ما قال الجملة دي كلينتون بسرعة طلع من باب الحمام اللي كان مستخبي فيه واتجه لقوت الحارس وفتح جميع الابواب الكهرائية بتاعت القسم كله واول ما عمل كده تم اطلاق صراح جميع المسجونين وهجموا على كل الحراس اللي كان موجودين معاكم وفي خضون تلات دقايق بس المساجين قدروا يسيطروا على القسم سي كله ولان المساجين كانوا مسلحين بالسكاكين قدروا يسيطروا على كل الحراس اللي موجودين جوه وياخدوهم كرهاء ليهم ويجردوهم من كل ملابسهم اللي هما كانوا لابسينها معادة اللبس الداخلي وكمان اخدوا منهم كل متعلقاتهم الشخصية زي المحافظ والخواتم والساعات بتاعتهم وبعد كده قيدوهم من ايديهم بالكلبشات وغمو لهم عيونهم عشان محدش منهم يشوف المساجين وهما بينفذوا عملية الهروب المهم المساجين في اللحظة دي كانوا عايزين يوصلوا لقائد السجن ويتمكنوا من السيطرة عليه سيطرة كلية لان القائد ده هو الشخص الوحيد اللي يقدر يؤمر حارس البوابة الرئاسية ويفتح لهم باب الرئيسي بتاع السجن وفي اللحظة دي يا صديقي المساجين قدروا يكبروا حارس من الحراس تحت تهديد السلاح بانه يتواصل مع قائد السجن ويبلغوا ان في مسجون من مساجين القسم سي اتصاب اصابة خطيرة نتيجة مشاجرة وقعت ما بينه وبين سجين تاني بس المشكلة هنا يا صديقي ان قائد السجن ده كان بعيد عن المبنى اللي كان موجود في القسم سي ففي لحظتها القائد تواصل مع النائب بتاعه وامره ان هو يروح بنفسه للقسم سي ويشوف ايه المشكلة اللي هناك ويبلغه بكل التطورات والاجراءات اللي هو هياخدها وبصرع صديقي النائب اتوجه مباشرة للقسم سي واول ما النائب مواصل عند بوابة قسم سي امر الحارس اللي كان موجود جوه حجرة التحكم في البوابات بانه يفتح له البوابة الخاصة بمنطقة الزنازين واللي النائب في الوقت ده ما عرفوش يا صديقي ان الحارس اللي كان جوه الغرفة دود ما كانش حارس من الحراس بتوعي السجن لا الشخص ده يا صديقي في الواقع كان مسجون من ضمن المساجين القسم سي وكان متنكر بزي حارس البوابة الاصلي واول ما النائب مدخل جوه البوابة اتفاجئ ان جميع المسجونين هجموا عليه بالاسلحة بتاعتهم وجردوه من زيه العسكري زيه زي بقية الحراس اللي متاخدين رهائن وفي اللحظة دي عدد الحراس اللي مسكوهم كان كبير جدا لدرجة ان المسجون جيمس برايلي كرر يخلص من بعضهم لان بقى من الصعب السيطرة عليهم ولكن المسجون ويلي تيرنر رفض الاقتراح ده بشدة وقاله ان هم ما اتفقوش على قتل اي حد من الحراس جوه السجن المهم في الوقت ده يا صديقي عد اكتر من تلت ساعة من ساعة ما اتلقى قائد السجن ان في مشكلة حصلت في القسم سي وفي نفس الوقت النائب بتاعه اللي هو كان امره يروح هناك جوه القسم ويشوف ايه الوضع هناك مبلغهوش باي حاجة خالص فهنا قائد السجن قلق جدا وقرر انه يروح بنفسه للقسم سي ويشوف ايه المشكلة اللي حصلت واول ما القائد وصل للباب الخلفي من القسم سي وفتحه اتفاجئ بكمية فوضى مالية المكان وعلى طول المساجين هجموا عليه بكل الاسلحة اللي كانت معاهم وقدروا يسيطروا عليه وينزلوه مع بقية الحراس ونفس الكلام جردوه من زيو العسكري واخدوا منه كل متعلقاته الشخصية بكل سهولة المساجين طلبوا منه انه هو ينفذ كل اوامرهم وهددوه بانه لو رفض هيقتلوه ويقتلوه كل الحراس اللي معايا طبعا اخدوا معاهم القائد كراهينة وبعدين دخلوا بيه جوه قد الشغب واخدوا كل المعدات والادوات الضرورية واللازمة واللي هتسعيدهم في تنفيذ العملية فالمسجون جيمس برايلي اخد معايا جهاز تلفزيون صغير على اساس ان هي دي القنبلة واللي هتسعيدهم في عملية الهروب بس في اللحظة دي يا صديقي وجهتهم مشكلة وهي ان المبنى الاول من القسم سي في غرف التحكم محتاجين يوصلوا لها عشان يقدروا يفتحوا البوابة الرأسية للمبنى وفي الغرفة دي في حارسة وحلوا المشكلة دي بمنتهى الذكاء بانهم قدروا يكبروا قائد السجن تحت تهديد السلاح بانه يتواصل مع الحارسة اللي مسؤولة عن غرفة التحكم في باب المبنى ويأمرها بانها تاخد بريك وتريح شوية وفي نفس الوقت يرسل لها حارس تاني يستلم منها المناوبة بتاعتها فطبعا الحارسة هنا وفقت بكل سهولة واستنت الحارس اللي هيجي يستلم منها وأول ما فاتحت باب غرفة التحكم للحارس ده اتفاجأت ان الحارس ده هجم عليها هو وشخص تاني كان مستخب وراه ووقعوها على الارض وقيدوها من ايديها وغمولها عنها وأكيد مع سرعة الموقف ده الحارسة ما قدرتش تقاومهم وهنا يا صديقي المبنى اصبح تحت السيطرة الكلية للمساجين بس المشكلة هنا برضو ان ازاي المساجين هيأمروا حارس البوابة الرأسية للسجن وهيجبروه ان هو يفتح ليهم باب السجن بكل سهولة والخطة كانت يا صديقي ان هم اجبروا قائد السجن بانه يتواصل مع حارس البوابة الرأسية ويؤمروا باحضار العربية الخاصة بالسجن وفتح البوابتين في الحال لان هم اكتشفوا ان في قنبلة جوا المبنى وعايزين يتخلصوا منها باسرع طريقة ممكنة وكان رد فعل الحارس وقتها ان هو نفذ كل اوامر القائد بكل سهولة وكل سرعة وده لانه افتكر الرسالة ما قلت المصدر اللي كان احد السجناء بعتها للمدهة العام في الولاية وحذروا فيها ان في بعض المساجين بيصنعوا قنبلة جوا السجن وهيستخدموها كوسيلة للهروب طبعا الحارس من كتر خوفه من الكلام اللي قاله له القائد ما اتبعاش البروتوكول الامني الخاص بالسجن واللي كان بيبنع بشدة من فتح بوابتين السجن مع بعض في وقت واحد وفي دقايق حارس البوابة فتح بوابتين السجن مع بعض واحضر العربية اللي القائد امروا بيها وركنها قدام المبنى وفجأة يا صديقي المسجون جيمس برايلي طلع بسرعة من جوا المبنى وهو لابس زي الحراس وزعق في وش الحارس وقال له اجري بعيد لحسن القنبلة ممكن تنفجر في اي لحظة المضحك في الموضوع هنا يا صديقي ان حارس البوابة اول ما سمع الكلام دود سب لهم العربية كلها وجري بعيد عنهم ومع التحقيق مع الحارس بعد كده قال ان فتكر الحراس دول كانوا من قسم العمليات الخاصة وبدوره اللي كان مسؤول باخلاء المبنى من القنبلة وفي اللحظة دي يا صديقي المساجين خرجوا بسرعة من جوا المبنى وشايلين القنبلة المزايفة على نقالة وكان وراهم المسجون جيمس برايلي شايل طفاية حريق وعمال يرش القنبلة عشان يهدي من حرارتها فالمساجين دخلوا جوه عربية الفان الخاصة بالسجن وقدروا يهربوا منه بكل سهولة المهم وبعد مرور اكتر من 3 ساعات من تنفيذ عملية الهروب الشرطة ما قدرتش توصل لاي دليل يدلهم على مكان تواجد المساجين دول فكان كل تركيز افراد الشرطة على عربية الفان الخاصة بالسجن بس المشكلة ما كانش عندهم اي فكرة عن اي اتجاه المساجين سلكوه وكان كل همهم انهم يلقوهم باسرع وقت ممكن قبل ما يقع ضرر على اي ساكن من سكان المدينة المهم وفي خضون الساعة 2 صباحا وفي وسط شوارع مدينة وارنتون التابعة لولاية نورثي كالوراينا في الوقت ده كان في دورية شرطة ليلية ماشية في شوارع مدينة وارنتون والضابط اللي جوه الدورية لاحز وجود عربية الفان الخاصة بسجن ميكلنبرغ فمعنا كده يا صديقي ان المساجين طلعوا من ولاية فرجينيا اصلا ووصلوا لولاية نورث كالوراينا فضابط الدورية هنا ما كانش عنده اي فكرة عن عملية هروب المساجين دول وده كان رجع وقتها ان خبر هروب المساجين دول ما كانش انتشر لسه برا ولاية فرجينيا فضابط الدورية ما حسش باي حاجة غلط لان عادة بيتم نقل المساجين في الليل وفي اللحظة دي يا صديقي فرحت المساجين بنجاح خطتهم نسيتهم ان هما لسه معاهم عربية الفان الخاصة بالسجن جوه شوارع المدينة واكيد من السهل جدا ان اي حد يقدر يرسودهم ويعرف مكانهم فعشان كده قرروا ان هما يتخلصوا من عربية السجن دي باسرع طريقة ممكنة المهم وهما بيتكلموا عن طريقة اخفاء العربية والتخلص منها لقوا حديقة صغيرة خلف مدرسة ابتدائية والحديقة دي كانت مليانة بالشجر فهنا كرروا ان هما يدخلوا العربية جوه الحديقة دي ويسيبوها ويمشوا وبعدها يا صديقي المساجين كرروا ان هما يتقسموا المجموعتين كل مجموعة فيهم جريت باتجاه مختلف عن التاني المجموعة الاولى كانت عبارة عن اربع اشخاص وهم الاخوين برايلي وليم تاجل وويلي جونس والمجموعة التانية كان فيها كلانتون وبيترسون وبصراحة يا صديقي الشخصين دول كانوا محصوصين جدا لانهم لقوا حبل غسيل في طريقهم كان مليان بالهدوم وقرروا ان هما يسرقوه ويتخلصوا من الزي العسكري اللي هما كانوا لابسين المهم وبعد مرور نصف ساعة من وقت ما المساجين سابوا العربية جوه الحديقة بالحظ كان في دورية معدية من قدام الحديقة والضابط اللي قاعد جوه العربية قدر يلاحظ عربية السجن مركونة جواها ومكان الحديقة دي صديقي كان على بعد 30 ميل من مكان سجن ميكلمبرغ فبسرعة ضابط الدورية بلغ عن مكان وجود عربية السجن دي وفي اقل من دقايق جالوا الدعم المطلوب ولما توجهوا ناحية السيارة واقتحموها لقوا العربية فاضية وما كانش فيها اي حد خالص انت متخال يا صديقي ان طول الفترة دي افراد الشرطة كانوا بيدوروا عليهم جوه نطاق ولاية فرجينيا في حين ان المساجين دول وصلوا بالفعل لولاية تانية بعيد عنها وفي الوقت ده وبقوة القانون عملاء الاف بي اي اتدخلوا لامبشر التحقيق بنفسهم وده لان المساجين دخلوا جوه حدود ولاية مختلفة ففي الوقت ده عملية البحث عليهم اتضعفت بشكل كبير واستخدموا معدات كتير زي طيارات الهليكوبتر فوق في السماء والكلاب البلوسية ماشي على الارض وافراد الشرطة والمحاققين كانوا منتشرين في كل شبر من شوارع المدينة وفي بعض من افراد المحاققين سلكوا اتجاه اخر وقدروا يوصلوا لاشخاص يعرفوهم زي اصدقائهم واقاربهم وجرانهم ولكن دون جدوى وهنا المحاققين كانوا متأكدين ان المساجين دي لسه موجودين جوه مدينة وارنتون ومنتقلوش لاي مدينة اولاية تانية واللي اكد لهم اعتقادهم ده ان فيه شخص بلغ ان سيارته الفرد اتسرقت من قدام منزله وبرضه الراجل بلغ المحاققين بان هو كان لسه مساين العربية دي قابلها بيوم وكان مالي خزان البنزين بتاعها لحد الاخر وفي لحظات الراجل ده اتفاجئ بكمية افراد شرطة ومحاققين تبعين للف بي اي كانوا قدام منزله وكانوا بيدوروا على اي دليل مادي يقدر يسعيدهم في تعقب افراد المساجين دول وهنا الشخص قال للمحاققين بانهم من السهل عليهم انهم يقدروا يتعرفوا على السيارة لان رقم ترخيص العربية بتاعته كان مميز جدا وكان اسمه بي اي اي وان المهم وبعد مرور الساعات وطلوع النهار الشرطة اقامت العديد من الحواجز على كل شوارى مدينة ورنطن وكان بيتم استجواب وتفتيش كل شخص معدي من قدامهم وفي اليوم ده سكان مدينة ورنطن كانوا متفاجئين من اللي هما شايفينه السكان شافوا كمية طيارات هليكوبتر كانت مليانة في الجو وكمية عملاء وشرطة موجودين في الشوارع لان المدينة دي عدد سكانها صغير جدا حوالي الف شخص وما كانوش متعودين على المناظر دي ومع تغطية نشرات الاخبار وكنوات التلفزيون عن الحدث الضخم ده سكان مدينة ورنطن قصبهم حالة من الظعر والخوف من اللي هما سمعوه عن خلفية جرائم الاشخاص دي لان جرائم الاشخاص دي كانت خطيرة جدا تقريبا قتلوا حوالي 17 شخص ومن بين جرائم الاتل اللي هما عملوها قتلوا طفل عنده 5 سنين وقاموا بحالات اختصاب وقتل لسيدات مسنات اعمارهم تعدد 76 سنة لأ وكمان المجرمين دول لسه مستخبين عندهم جوا المدينة فاليوم ده تقريبا محدش من السكان فقر يخرج من بيته وكمان اشتروا كمية اسلحة من محلات الاسلحة والذخيرة اللي موودة في المدينة لدرجة ان محلات الاسلحة والذخيرة دي كل البضاعة اللي كانت عندهم جوا المحلات خلصت ومن كتر خوف المواطنين والرعب اللي اصابهم كان فيه سكان ما ادروش ينزلوا محلات البقالة عشان يشتروا مستلزماتهم اليومية وطبعا يا صديقي افراد الشرطة والمحاققين كانوا شغالين في خدمات الديليفري والتوصيل لانهم كانوا بيروحوا بنفسهم للسوار ماركت واشتروا كل المستلزمات المطلوبة المهم وفي صباح اليوم ده كلانتون وبيترسون قرروا انهم يشتروا اكل وشرب ويأكلوا جوا غسلات الملابس اللي بتعمل بالكوينات في المحلات الموجودة في الشوارع فهما الاتنين قرروا انهم يدخلوا جوا المخسلة دي ويستريحوا شوية ويبتدوا يأكلوا ويشربوا لانهم من ليلة مبارح مأكلوش ولا شربوا ولا عملوا اي حاجة ففي اليوم ده وحظوهم اللي سود ان قائد فريق الطوارئ التابع للسجن كان ساي عربيته في الشارع بتاع المخسلة اللي هما كانوا عادين جواها فهو ماشي من قصاد المخسلة لمح الجاكت اللي كان لابسه المسجون كلانتون والجاكت ده كان نفس لون وشكل جاكت حراس سجن ميكلمبرغ فمن غباء كلانتون انه هو ما تخلصش من الجاكت ورماه وانما تخلص من الحاجات اللي بتكون متعلقة على الجاكت فقط اللي يعني كده خلاص انه هو غير ملامح الجاكت بنسبة 100% فالضابط لما نمح الجاكت شك في لحظتها ان ممكن يكون الاشخاص دي هما اللي هربانين من سجن ميكلمبرغ فحاب يتأكد بنفسه ولف تاني بعربيته ودخل للمخسلة هو والضابط اللي كان معاه وتمكنه من القبض على المسجون كلانتون والمسجون بيترسون تحت تهديد السلاح وده طبعا بعد ما تأكدوا من هويتهم فهنا يا صديقي المسجون كلانتون وبيترسون ما زادتش فترة هربهم عن 18 ساعة بس في نفس الوقت المحققين ما كانش عندهم اي فكرة تانية عن مكان اختباء بقية المساجين وبالاخص اكتر اتنين مطلوبين بشدة وهم الاخوين برايلي لانهم قاموا بقتل نساء حوامل واطفال ورجال بالغين وطريقة تنفيذهم لجرامي القتل دي كانت في منتهى الوحشية وفي نفس الوقت ده ما قابدوش اي ندم في الجرامي اللي نفذوها في الوقت ده حاكم ولاية فرجينيا حدد مكافأة قيمتها 40 الف دولار لاي حد يلاقيهم او حتى يسهل على المحققين ان هما يقدروا يلاقوهم وبمجرد ما اعلنوا عن قيمة الجايزة دي افراد الشرطة اطلقوا كمية مكالمات مهولة من سكان المدينة بس معظم المكالمات دي ما كانش لها اي لازمة ولا فادة المحققين في اي شيء المهم وبعد مرور عدة ساعات وبالتحديد في ولاية فرجينيا وفي مدينة بورتسموث كان في دورية شرطة معدية ولاحظوا ان في شخصين بيحاولوا يسرقوا عربية من الشارع واول ما الشرطة مقربت منهم على طول الشخصين دول اطلقوا عليهم النار وجريوا بعيد عنهم باقصة سرعة وتمكنوا من الهرب منهم بعدها التحريات اكدت ان الشخصين دول كانوا الاخوين برايلي فالمحققين قرروا انهم يفحصوا كل سجلات المكالمات اللي العصابة كانت بتتواصل معهم جوا السجن ومع الفحص تبين ان الاخوين برايلي كانوا بيطلبوا دايما ارقام عشوائية عشان يضللوا بيها المحققين وما يقدروش يوصلوا لهم فكل ما المحققين يتتبعوا رقم معين يطلع في النهاية شخص ملوش اي علاقة بيهم وعشان يحسنوا الامر ده المحققين قرروا انهم يتوجهوا لشركة الاتصالات وطلبوا منهم كشف بجميع الارقام والعناوين اللي المساجين كانت بتتواصل معاهم فكان من ضمن الارقام دي رقم عم الاخوين برايلي فهنا المحققين قرروا انهم يرقبوا منزل عم الاخوين برايلي وبعد مرور خمس ايام من مرابيتهم للبيت اتضح ان الاخوين برايلي مكانوش موودين جوا المهم نرجع تاني يا صديقي للمسجونين لم تاجل ولي جونز من بعد ما تم سرقة العربية الفرد من قدام البيت المسجونين دول قاعدوا يسوقوا العربية لمدة 8 ايام لحد ما وصلوا في بلدة صغيرة في ولاية فيرموند والمدينة دي موجودة في جنوب الحدود الدولية لدولة كندا فالمسجونين دول قابلتهم مشكلة والمشكلة دي اعاقت واخرت سفارهم لدولة كندا والمشكلة كانت ان الشاحنة اللي هم سيقنها واللي كانوا سرقوها قبل كده منسوب البنزين فيها قل بنسبة كبيرة جدا وفي نفس الوقت محتاجين اي فلوس عشان يقدروا يعبوها بنزين تاني ويكملوا سفارهم فالتنين اتفقوا ان لم تاجل هيروح لأي محل قريب منهم موجود في الموقع اللي هم فيه يقتحموا ويحاول يسرق منه اي فلوس تساعدهم في انهم يملوا العربية بنزين ويشتروا لنفسهم اي حاجة يكلوها واول ما دخل لجوه المحل طلع السكينة اللي كانت معاه وهدت بيها صاحبة المحل وقال لها هاتي كل الفلوس اللي موودة في الدرج وبعد ما السيدة دي ادت له كل الفلوس اللي كانت معاها جوه الدرج لم تاجل اخد بعض وجري بسرعة وتوجه ناحية العربية وجري بعيد عن المحل ولكن لسوق حظه السيدة دي جريت وراء بسرعة وقدرت تلمح ارقام العربية اللي كانت معلم تاجل ولسهولة ارقام العربية دي يا صديقي اللي احنا كنا قلناه قبل كده اللي هو كان P.E.I.1 الست قدرت تحفظه بسرعة جدا بعدها السيدة اتوصلت مع الشرطة وبلغتهم باللي حصل معاها وبلغتهم برضو برقم العربية وشكلها والطريق اللي هو هرب منه وبما ان البلد دي حجمها صغير وعدد سكانها حوالي 300 شخص فكان من السهل على افراد الشرطة انهم يلقوا القبض على لين تاجل بعد ما حصروه ووجهه المسدس وشه وهو سايد ومن غير اي مقاومة لين تاجل استسلم ليهم ونزل من العربية ونام على الارض وسلم نفسه بيهم ومع التحقيق معاه لين تاجل ما اعترفش ان في حد من المساجين معاه وقال للمحققين ان كل واحد فيهم اتفرق ومشي بعيد عن التاني التاني يوم يا صديقي من القبض على لين تاجل الشرطة في ولاية فيرمون اطلاقت مكالمة كانت غريبة جدا المتصد بلغ الشرطة وقال لهم ان هو اسمه ويلي جونس وهو كان احد المساجين اللي قدرت تهرب من سجن ميكلنبرج الموجود في ولاية فيرجينيا فالشرطة اخدت منه الوصف للمكان اللي هو كان موجود فيه وتوجهوا ليه باقصى سرعة طبعا المحققين المستغربين فلما سألوا ويلي جونس انت ازاي سلمت نفسك بكل السهولة دي رد عليهم وقال لهم ان من ساعة مليم تاجل ساب ومشي كان قاعد لوحده في الغابة وما كانش عارف يتصرف ازاي وقال لنفسه ان اكيد تاجل ضحك عليه واخد العربية منه وكمل سفره لدولة كندا لوحده وفي نفس الوقت ده ولا كان عنده اكل ولا شرب ولا كان حتى قادر يقاوم الحشرات اللي كانت موجودة جوالغابة ومن ضمن الحشرات دي كان فيه حشرة اسمها الذباب الاسود وكانت موجودة بكمية كبيرة جدا في المنطقة دي وقتها وهنا يا صديق العزيز اللي جونس ما كانش عارفه ان كانت المسافة ما بينه وما بين دولة كندا كانت حوالي خمس اميال فقط يعني كان يقدر يمشي المسافة دي بسهولة جدا على رجله وان الحدود الامنية اللي كانت موجودة ما بين ولاية فيرموند ودولة كندا كانت على طول الطريق السريع فقط يعني كان عنده مليون طريقة يقدر يدخل بيها لدولة كندا بكل سهولة والحد اللحظة دي يا صديقي ما كانش فاضل غير الاخوين الاكثر خطورة ما بينهم وهم الاخوين برايلي المهم بعدها بايام في سيدة راحت لمركز الشرطة وقالت لهم انها شافت جيمس برايلي موجود في احد ورش صيانة العربيات هناك في المدينة ومع التحريات اللي الشرطة قامت بيها حوالين مالك الورشة دي اتضح ان الورشة دي المالك بتاعها يبقى صاحب عم الاخوين برايلي فمكتب الاف بي اي قرر مرقبة الورشة دي مرقبة كلية بس المشكلة هنا ان عدد الرجال اللي كانوا موجودين جوه الورشة كان كبير جدا وفي نفس الوقت المحققين ما كانوش قادرين يحددوا هل الاخوين برايلي موجودين ما بين الناس دي ولا لا فالمحققين قرروا انهم يبعطوا لهم مخبر سري ساكن معهم في المنطقة عشان يقدر يتأكد من هويتهم فالمخبر لما رجع للمحققين قالهم ان هو قدر يشوف جيمس برايلي وبالامارة كان راكسن واشم على دراعه بس في نفس الوقت ما قدرش يلاحظ لينوت برايلي موجود معاه في المكان فهنا المحققين قرروا يأجلوا عملية المدهمة لوقت تاني عشان الاخ التاني ما يحسش باي خطر ويسيب المدينة كلها ويهرب فالخطة كانت انهم يقبضوا عليهم هما الاتنين مع بعض مرة واحدة وبعد مرور 19 يوم من تنفيذ عملية الهروب الـ FBI قدرت تحدد مكان الاخوين برايلي وهم متجمعين مع بعض اصدقائهم فحفلة كانت معمولة جوى الورشة وبسرعة الصاروخ عملاء الـ FBI قرروا انهم يدهموا الورشة باكتر من 20 عميل لدرجة ان كل اللي موجودين جات لهم حقلة صدمة من طريقة المدهمة وكمية العملاء اللي كانوا مليانين في المكان فكل اللي كانوا موجودين ناموا على الارض وحطوا قديهم وراء ظهرهم وسلموا نفسهم فالاخوين برايلي كانوا مصدومين وكانوا فحيرة من المشهد اللي هما شايفينه قدام عينيهم وكان كل تفكيرهم هل هما هيقدروا يهربوا من الموقف ده ولا احسن لهم يسلموا نفسهم ليهم بكل هدوء فكان افضل خيار ليهم انهم يرضوا بالامر الواقع ويسلموا نفسهم ليهم بكل هدوء واخيرا يا صديقي وفي اللحظة دي قدر افراد الشرطة ومحققين الاف بي اي القاء القبض على اخطر ست اشخاص قتلة ومحكوم عليهم بالاعدام محققين الاف بي اي قرروا انهم يعتقلوا الاخوين فيدراليا لحين تسلمهم للسجن الرئيسي التابع ليه في ولاية فرجينيا بعد مدة دخل سجن ميكلنبرج في حالة اغلاق تام واعلن حاكم ولاية فرجينيا عن فصل خمس حراس من وظيفهم وامر كمان ان قائد السجن والمساعد الامني الخاص به يشتغلوا بدون اجر لمدة زمنية غير محددة او يقدموا استقالتهم ومع مرور الايام زادت اعمال الشغب والعنف ما بين المساجين والحراس بطريقة مرعبة جوا السجن لدرجة ان المساجين استخدموا سكاكين محلية الصنع وقدروا يطعنوا اتنين من الحراس واخدوا ستة منهم كرهائن وعشان المسئولين يحسنوا من الوضع ده اجروا عدة تعديلات في لوائح وقوانين السجن من ضمن تعدلات دي ان ابواب حمامات الحراس تكون مقفولة طول الوقت وكل حارس منهم يكون مع المفتاح الخاص به وكمان يتم وضع اجراءات اكثر تشددا على ابراج المرقبة وكمان اجروا تعدلات تقنية في بوابات السجن الرقصية بحيث ان كل بوابة تفتح لما البوابة التانية تقفل والعكس ومع كل التعدلات دي اكيد هيكون من الصعب على اي مسجون تاني من انه يقدر يهرب في المستقبل والمسئولين اعلنوا بدأ عمليات اعدام المساجين ففي شهر اكتوبر سنة 1984 تم اعدام المسجون لينوت برايلي باستخدام الكرس الكهربائي وبعد مرور ست شهور تم اعدام اخوه جيمس برايلي باستخدام الكرس الكهربائي وفي نفس الشهر ده تم اعدام المسجون ايرل كلانتون عند جريمتين القتل اللي هو قام بيهم باستخدام الكرس الكهربائي وفي سنة 1991 تم اعدام المسجون ديريك بيترسون ايضا باستخدام الكرس الكهربائي وفي سنة 1993 تم اعدام المسجون ويلي جونس ايضا باستخدام الكرس الكهربائي وفي سنة 1995 تم أعدام المسجون ويلي تيرنر اللي هو العقل المدبر لعملية الهروب باستخدام الحقنة المميتة لأن في الوقت ده تنفيذ أحكام الأعدام في ولاية فيرجينيا كانت باستخدام الحقنة المميتة بدلا من استخدام الكرس الكهربائي وبتاريخ 12 ديسمبر سنة 1996 تم أعدام المسجون لم تاجل باستخدام الحقنة المميتة هروب الست أشخاص دول يا صديقي كان كبوس أرعب المواطنين لمدة 19 يوم كاملين ولكن بفضل جهود الشرطة ومحققين الـ FBI قدروا يقبضوا على المساجين دي في وقت قياسي ومش متوقع بص يا صديقي أنا عارف أن أحداث القصة دي كانت طويلة جدا ومتنوعة فأتمنى أننا نكون قدرنا نوصلها ليكم بطريقة مبسطة ومفهومة فلو عندك أي تعليق أو استفسار أو حتى كلمة شكرا ياريت تكتبها لنا تحت في الكومنتات ولو لسه فيكم نفس وعايزين تستمتعوا أكتر هسيب لكم هنا قصة تقدروا تستمتعوا بيها ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير وأشوفكم على خير في قصة جديدة كان معاكم أخوكم محمد سلام عليكم